اشتركوا في القناة والتي نستخدمها في حياتنا اليومية الى اسلحة ذكية تخدم اغراضهم المختلفة من تهريب المخدرات الى الهروب خارج بوابات السجن شفرات الحلاقة تعتبر من الاغراض الخطيرة والتي لا تحتاج الى كثير من التفكير لتستخدم كغرض خطير في السجون فبمجرد نزع شفرة الحلاقة من مكينة الحلاقة يمكن استخدامها كسلاح ابيض قادر على قتل احدهم داخل هذه الاسوار او تهديد الحراس للهروب وايضا استخدامه كادات لكسر الحواجز والبوابات للهروب من السجن ولذلك قامت كل ادارات السجون حول العالم بتحريم وجود هذه الشفرات داخل حدود السجون وجدت هذه الادات في ورشة حدادة في سجن سانتافو في هامبورغ عام 1997 ولم تعرف هوية السجين الذي قام بصنعها ربما كان الغرض من هذه الادات دفع الاسلاك الشائكة اعلى جدار السجن للهرب وبالتحقيق اكتشفت ادارة السجن ان احد النزلاء في السجن قام بسرقة السلاح الشخصي لاحد الحراس اثناء فترة العمل بقربهم وايضا صناعة هذه الادات وبعض الاوراق التي بها خطة هروب باستخدام هذه الادوات ولكن الحراس اكتشفوا الامر قبل تنفيذ الخطة ولم تكتشف ادارة السجن السجين الذي خطط لكل هذا سكين ورقي استخدم احد السجناء في بلغاريا ادوات عادية لصناعة سلاح خطير فقد قام باستخدام الورق المقوى والصابون لصناعة سكين حاد يمكن استخدامه كاحد الاسلحة البيضاء وقد قام بصناعة جسم السكين من الصابون المدعوم من الورق بينما استخدم الورق المقوى بطريقة غريبة في صناعة سن السكين وتوصلت ادارة السجن الى هذا السلاح الذي كان قادرا على كسر بعض الحواجز وتنفيذ احدى عمليات الهروب قام ثلاثة من نزلاء احد السجون الامريكية في ولاية كاليفورنيا باستخدام بعض الاغراض البسيطة لصنع سلاح قوي فقد قاموا بجمع الاكياس البلاستيكية المخصصة لوضع الملابس غير النظيفة لارسالها للتنظيف وقد عملوا بشكل يومي لجمع مياه الشرب وتجميعها حتى قاموا بملء احد الاكياس الكبيرة بساعة عشرين لترا تقريبا كان وزن هذا الكيس يتعدى خمسة وعشرين كيلو جراما وقد قاموا باسقاطه على احد الضباط في السجن مما انتهى به الحال في المشفى حالا بعد التعرض للنزيف القاسي من اثر تصادم القنبلة المائية ادوات حادة يتمكن السجين من صنع ادوات حادة تقريبا من اي شيء تقع عليه يداه داخل السجن لتصبح اسلحة داخل السجون غير مراقبة من ضمن اغرب الاشياء التي تستخدم هي فرشات الاسنان فمن حق كل سجين ان يحصل على فرشات اسنان خاصة به ولا يضع السجن عليها اي رقابة ومن ثم يأخذها السجين ويبدأ في تسنين الفرشات في اخرها حتى تصبح حادة وقادرة على اختراق الجلد حتى وان كانت فلاستيكية يقوم بهذا الامر المسؤولون في الحانات عن تقديم المشروبات للزبائن فهم الاعلم بهذه الخطوات من ضمن الادوات المستخدمة الاخرى هي الملعقة حين يسرق السجين ملعقة من كافتيريا السجن داخل ملابسه وفي اغلب الايام لا يتم عد الملاعق بعد انتهاء السجناء من الطعام وبعدها يحد السجين الطرف الخلفية من الملعقة في حائط الزنزانة او مع حديد سرير الزنزانة حتى تصبح سكينا حادة واخيرا يلسق بها قطعة خشبية من قلم رصاص مثلا او بلاستيكية على شكل علامة زائد لتصبح صالحة للحمل والاستخدام وتم العثور على اسلحة من هذا النوع في سجن بالمانيا عام الف وتسعمائة واربعة وتسعين وكان السجناء هم من صنعوها ويخفونهم في الصلبان الكبيرة الخاصة بهم قدم الاسلحة او حداثتها لا تشكل فرقا بالنسبة للسجناء وانما فاعليتها ومن اشهر الاسلحة البسيطة والفعالة والتي يشيد باستخدامها اعنف السجناء هي المنجنيق فيتم صنعه من لف ورق الجرائد على شكل اسطواني حتى تصبح متينة ويمكن لفها بالقماش لزيادة المتانة وبعدها يثبت قطعة معدنية حادة على مقدمة الاسطوانة ويمكن ان يقذفها السجين لمسافات بعيدة جدا وان تستقر في جسد من يتعارك معه من ضمن الحوادث التي استخدمت فيها تلك الطريقة نجدها في سجن سان فييرمان في الثامن من يونيو عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين حين استطاع السجناء حساب الجدول الزمني للشرطي الذي يقفل الاقفاص كل ليلة في نفس الموعد ومعرفة كل خطواته بدقة بالغة ومعرفة مكانه بالتحديد في كل دقيقة وعندها تمكنوا من قذف سكين صغير حاد جدا باستخدام المنجنيق يدوي الصنع داخل السجن لتستقر في قلبه تماما ليموت في نفس اللحظة لا تستخدم سكاكين في العادة في مطاعم السجون وقد تستخدم لو كانت غير حادة ولكن حادثة لورينزو بولر اثبتت انه يجب القيام ببعض الاحتياطات الاضافية وهو سارق ومحكوم عليه بالسجن لفترة طويلة جدا داخل سجن سان لويس في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الامريكية ومعروف بانه يقاوم رجال الشرطة ويتعارك معهم بكثرة خاصة في وقت القبض عليه وقد شهدته كاميرات السجن يأكل بهدوء وريبة وكأنه يحاول اخفاء شيء كان بالفعل يخفي سكين الطعام بعد ايام استطاع طعن سبعة من الحراس بهذا السكين والقفز من السياج والهرب وتمكن من الاختباء لمدة يومين من الشرطة ولكنهم تمكنوا من القبض عليه في الاخير والقائه في سجن مشدد هذه المرة لفترة اطول بندقية يدوية الصنع ابداع المساجين في صنع اسلحة داخل السجون لا ينتهي ابدا فقد تمكن سجينان باحد السجون الالمانية من صنع بندقية صغيرة داخل السجن باستخدام قطعة معدنية من رجل السرير والجزء الخلفي من المصباح الكهربائي وبطاريتين وبعض اسلاك السرير الرفيعة وبعد مجهود كبير جدا تمكنوا بالفعل من صنع البندقية وفي الواحد والعشرين من مايو عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين استخدموا البندقية للهرب معا من السجن بعد ان اخذوا واحدا من الحراس كرهينة واطلقوا على زجاج النافذة الخاصة بالسجن لاثبات فاعلية البندقية اليدوية وعندما خرجوا كانت هناك سيارة تنتظرهم وهربوا بالفعل ولم يتم القبض عليهم مجددا مقبض اليد تمكن هذا السجين من صنع سلاح اقرب للسلاح العصري سلاح مقبض اليد ولكنه استخدم ادوات بسيطة مثل سلاح نشر من الورشة الخاصة بالسجن وقام بثميه بشكل دائري ووضع اقمشة كمقبض لليد ليتمكن من الامساك بالسلاح وقام هذا السجين بقتل ثلاثة من الحراس باستخدام هذا السلاح العنيف في سجن بالبرازيل عام الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين اسلحة ادوات تمشيط الشعر انتشرت هذه الاسلحة في فترة الثمانينات بسجون الولايات المتحدة الامريكية وبالاخص في سجن نيوجيرسي فقد استخدم السجناء ادات تمشيط الشعر مع شفارات الحلاقة واربطة الاحذية معا في صنع هذا السلاح العنيف قاموا بربط شفارات الحلاقة في اسنان مشت الشعر باستخدام اربطة الاحذية وبهذا تحولت الادات الرقيقة المخصصة لتمشيط الشعر الى سلاح عنيف وقاتل القوس والسهم لا تنتهي عبقرية السجناء في صنع اسلحة داخل السجون من مواد بسيطة جدا وابعد ما يظن العقل بانها خطيرة ففي عام 1998 وجدوا سلاحا يدوي الصنع يشبه القوس والسهم باحد السجون الاكثر تشددا في العالم كان مصنوعا من خيوط تنظيف الاسنان البلاستيكية التي تنظف الاسنان من بقايا الطعام وهي غير محرمة داخل السجون وبعض الاسلاك الكهربائية الرفيعة المسروقة من المصابيح وسلك كهربائيا مقطوع مسروق ايضا وصنعت السهام من مناديل المرحاض الورقية البيضاء حيث تم لفها على شكل اسطواني وجعلت قمتها مدببة وحادة من حسن الحظ ان الحراس تمكنوا من ايجاد هذا السلاح قبل محاولة استخدامه ثم حاولوا تجريبه لمعرفة مدى فاعليته ليجدوا انه قادر على اسقاط اي شخص ارضا على مقربة 12 مترا او اقل القفازات المسننة استغل بعض السجناء القفازات المخصصة للاستخدام اثناء العمل لصنع احد الاسلحة فقد قاموا بوضع المسامير الحديدية في اطراف اصابع القفازات حتى يتمكن استخدامها في المعارك ضد السجناء الاخرين او حتى ضد الضباط وحراس السجن كسلاح قوي وفعال في اصابة الخصم قام احد المهندسين النزلاء في سجن بالولايات المتحدة الامريكية باختراع قنبلة يدوية عنيفة متوسطة المدى من مكونات جهاز الراديو تمكن باستخدام هذا السلاح من الهرب من السجن ولكن بعد مطاردات وبحث طويل تم القبض عليه مرة اخرى بعد اسبوع واحد فقط ووضع في سجن مشدد يصنع السجناء اسلحة داخل السجون طيلة الوقت سواء بهدف الهروب او اقامة اعمال العنف والشغب داخل السجن لتنضية الوقت وقتل الفراغ او فقط من اجل الدفاع عن النفس وكلها امور يجب ان تأخذ في الاعتبار ومن الافضل ان يتم تنظيم وقت السجين ليمضي فترة السجن في اعمال مفيدة تؤهله للحياة الاجتماعية مرة اخرى بدلا من العودة للجريمة والعنف وايضا سن قوانين جديدة صارمة داخل السجون بخصوص ما يتمكن السجناء من الحصول عليه خلال تنضية مدة العقوبة ان اعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالاعجاب والاشتراك يمكنكم ايضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم اشتركوا في القناة